اشتركوا في القناة 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 هاهاه؟ اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة هذه الغازات يتم تفاعلها مع الأطعيمات دينا وماليك توصل الأمعاء الغالية المصران جسدما على حسب شنونا نواكلين فهي هذا الغاز ديدروجين كي أعطينا واحد الغاز اللي هو كي بريتي ديدروجين اللي هو عنده رائحة لشوية مزعجة دونك إلا بغينا نتحكمه في الغازات دينا فكيفية التحكم هي كيفية التحكم في الأكل لأن الأكل مرتبط بالنوعية دياله بالكيفية دياله بالوقت دياله وبالنفسية ديال الشخص بكين ربعات العواميل إلا بغينا نتحكمه في هذا الغاز ونتحكمه في الآليات الهضم والآليات الأكل دينا فإحنا كيف ما قلت خصا نتحكمه في نوع الأكل لكي جودة الأكل وفي الكيفية الأكل كيفاش كنا ناكله في الوقت وفي حالة نفسية إلا ما بغينا نكون هناك توتر عصب فعلا يعني ذكرت واحد نقطة مهمة على أساس أنه مثلا نركزه على النوع والجودة ديال التغذية شنو كنا ناكله وفقاش كنا ناكله وخاصة أنه مثلا خروج الريح أو للوحد يعني منك يتجرعيني بزيف كتكون في الغالب في الليل مثلا ومنك أن نشوفه كالقاو أنه هذا الشخص مثلا تناول واحد الأكل دا سيما أو لعني شي حاجة يعني كين فرق ماشي يعني 16 مرة مثلا مزعلة النهار مزعلة مزعلة نهار كله ماشي غيف وقت محدد يعني في الليل هذا يدل على النورة الشخص يعني قام بشي صلوك لهوخة حرقوه كين واحد النوع من تبول مستمر دون وجود انفكشن يريناس يريد أن الشخص ما داربوش البلد ما عندوش ميكروب وعلا ولكن ماشي جاي بور إيفاكوالي زورين لأن المصران منفوخ ومنك يكون المصران منفوخ فهو كينزل على النبولة تنقلوش يضغط على النبولة افكتما فهو أولا المصران يكون منفوخ إما يضغط على النبولة إما يضغط على الرحم عند النساء كينوسيدي بريكورديالجي يعني آلام جهة القلب بعض المقرات الشخص يقول لك أنا قلبي مزير وكاريموك يمشي عن الكارديولوك يضغط على التخطيط يضغط على تلفزات القلب وكيبقى فتشلاشي حاجة في القلب في الخارج ما يقوالو علاج لأن السيجوث المصران منفوخ الجهة اليوسرى وما يبقى كينزل فهو يضغط على القلب والشخص بدأ كيحس بألم بحل حريق في القلب وبعض المقرات داي دولور كييرادية يعني بحل ليد اليوسرى كلها كتحرقو وكيحس بتنمال فيها هذو كنسمهم داي بخيكورديالجي يعني التشخيص دياغنوستيك ديفيرانسيال من القلب للمصران فهو يجبنا نقلبه وعلى وش هناك مشكلة في القلب وعلى ما كانتش مشكلة في القلب فإحنا أوسي كنفتشوه على المصران لأن جسد الغاز داي المصران في الكوتي يقوش فهوما كيدروا ألم داي القلب أترى الشي تكرت في الأول هو أنه قبل من التشخيص لأنه مهم جدا يعني في الغازة وانتفاخ ديال البطن والقوون يعني ضروري من الاستشارة الطبية في الوقت ديالها لأنه صعيب على الشخص العادي أنه يحدد يكونوا بزر ديالأعراض كيف ما قلتي على مثلا من جهة الإيمانية أو للإسرية أو مثلا من جهة القلب تباول المستمر يعني هذه الأعراض صعيب أنه الواحد يشخصها وبعض المقات طو سمبل من شقيقة يعني مثلا الشخص اللي يخبطو شقيقة دو لسن أكوين إكسبيكاتي نقال أنه تشي مشكل يعني كنرولو شبكة ديالرقاث كنرولو بزر وموكولها مزيانة أفكتما كاينو حد النوع ديالإمساك كيكون مصاحب مع الغازات كيكون مصاحب مع الجقيقة وبالسبب لهد الانتفاخ اللي تيكون على مستوى البطن واللي كين فرق كينلي مثلا عنده انتفاخ في البطن ولكن على مستوى البطن كله يعني احتمني كنقوله احتاج جيتلي يعني الجوف ديالما وكين لله كينلي عنده انتفاخ على الجهة السوفلية ديالبطن افكتما هادوك على حساب بزاف ديالعوامل أولا مثلا النساء اللي كيكونوا عندهم ديزنفندر وديسيزاريان فذيك المنطقة اللي كتكون تحت المنطقة السوفلية ديالكرش هي اللي كتكون فيها لسيكاتريز لسيزاريان دوك كتكون فراجيل حالكي كل موسك العضل ديالبطن هو اللي تتقاس من هذيك المنطقة وكاوتوماتيكما من غير بداو ينتفخوا يترالهم انتفاخ ولا كاريما بعد مرات كي يسمانه وكي يخدو الوزن فهما كي يخدو الوزن من هذيك المنطقة دوك على حساب الفراجيلتة ديالبطن يعني في انتقاس يعني مثلا الشخص اللي فتح المرارة فاوتوماتيكما غير ترال انتفاخ في المنطقة العلوية على حساب الفراجيلتة ديالبطن اوترو شوز عندنا بلزور تيب ديالبطن يعني مثلا كين غازات ديال الاكل وكين الغازات ديال التخمر ديال لفرمنتاج وكين غازات ديال الاسترس فعلا ايا دكت بعد مرات كي يقول لك الشخص انا يتعصب فاوتوماتيكما كنحس بواحد الحريخ وكنحس بنتفاخ افكتما كين ديغاز ديسترس يعني كيف ما غنهدرقه على الاكل اللي كي يسبب الغازات لكن ما خصش نبقى نتحامله بالزافة على الاكل يعني مثلا كين الاشخاص اللي ما كيشركوش مشركوبات غازية اللي ما كي ياكلوش المكلا اللي كتجيب الغاز باركند خديما كرشهم منفوخة لانهما عندهم قولون عصابي كنتفاج قلت يقول لك المكلا يعني عندنا مزيانة ولكن كين غاشت انتفاخ وقدر يكون صايم وفيه ديغاز سي جس بسك هو عنده واحد نوع من التوتر دك عنده قولون عصابي دك اوتوماتيكما فهو عنده ديغاز دونك على حساب مثلا ديغاز ديال تخمر يكون في المنطقة السوفلية بس هناك تخمر ديال السوكريات انفرمنتاشون من كتر انفرمنتاشون فالحاجة كتهبط للاسفل بالنسبة للغازات ديال تتوتر القولون العصابي فهي كتكون غازات يعني منطقة العلوية علش القولون العصابي ديغنوستيك ديفيرانسيال دياله هو القلب لان من كين تفخ البطن فالغاز كيتلعوير لونغول كوليكوش بان كيدغطو على القلب دونك البوزيسيون من ديال لغاز هو اللي كيسمحنا باش كنفرقو بنوع الغاز ودوزياما اسكي لينفخاجلتي مسكويلة سوطو عند نيساء انا كندرق عند نيساء لان رجال كتنفخ الكرش ديالهم كتنفخ الكرش ديالهم كلها كلها سيبا كم لفام لفام عنده انفخاجلتي مسكويلة واخا وحنا كنتكلموني اليوم عن الانتفاخات والغازات ديال بطن القولون وكين واحد الامر اللي دائما كنسمعون بروي نصحوه معاك يعني بالحضور ديالك كدكتورة كنسمعو انه كيف قلتي كين غازات يعني ديال ستخيس وكين اللي تيقولك انا مثلا تعصبت او لا تقلقت او لا را كنحس ماشي مجيت المسطران ولا كين المعدة بحلا عندي منفوخة واش المعدة يعني كتنفخ كتنفخ يعني يعني القولون ولا باش نفسروا اكثر او اكثر ووضوح يعني كن كانو الناس كيقدروا يشوفونا كنت ستفسر لهم المعدة كيفشكي المسطران هو سخطو الكولون غوش ولكولون ترانس ودروا هو ديال بحل انكادر دونك بحل كادر داكور فقلب مندك وصدك الكادر هابطة المعدة وكين الامعاء الدقيقة دونك إلا تنفخلي الكولون غوش الكولون غوش جا تحس من القلب دوك اوتوماتيكم ديال مع القلب إلا تنفخ الكولون ترانس اللي هو دايز دون مانيار هوريزونتال فهو يعني بحالة قلتي متكي عليه المعدة دوك اوتوماتيكم كنغلطه بين المسطران وبين المعدة على سبيل المثال الناس اللي كيجو يقول لك أنا في بومزوي هو بنسباله بومزوي فين كاين اللي هو صندروم ديالجيهاز الهضمي هو بنسباله بومزوي كين في المعدة على كنو هذا غالط بومزوي ما كينش في المعدة القولون ولا العصب ديالجيهاز الهضمي هو قولون عصبي يعني هو عصب في القولون على لفت بأن داك لك مع المعدة هما يعني يسون شووش فحلا كان نحسو واحد ضغط على خلق فحلا نحسو بأن مشكلة في المعدة إذا انتفاخ المعدة ما كاينش بطريقة كان التهاب المعدة كان لا تكلمني التهاب المعدة كان الانفلاماسيون كان الشخص اللي يتعصب كي سيفت بزاف الحموضة بزاف ديال البيبسين وبزاف ديال الحمد كلوريدريك دونك اوتوماتيكم فغيرتراله التهاب المعدة ليس هناك انتفاخ المعدة بطريقة إذا تعصب هناك انتفاخ ديال القولون اللي تكلمت عليه فعلا بالنسبة للتشخيص كيفاش تيكون تشخيص شخص اللي حس أنه عنده غازات كيف قلت يعني ده اليوم حددنا عنه الغازات الترجع الطبيعي يعني انتفاخ 20 fois يعني هو صعيب جسد هو صعيب للشخص يحسب لأنه بعد ما كان يحس بالغازات وبعد ما كان يحش بيها فعلا أنا عارش سيجد نعطيتهم لفريقانس اللي علميان بشعرفوا بأن سيكيكيشوز دنورمال داكور سيكيشوز كيه تخي نورمال أن الواحد يماري يماري خرجلو ريح هاد الغازات يعني اللي كي خرجو يعني ريح مثلا واش الطبيعي ولا غير طبيعي لا طبيعي خصومي خرجو لا اللي فيهم مثلا الرائحة كيف قلت جستم أنا فسرس بأن اللي غاز سيدي ليدروجين و سيدي سيود سيدي جميتا لأن هدو غازات ما فيهم شريح داكور ما منيكي تلقى ليدروجين مع بعض الأنواع دي الأكل كيف فرز لنا واحد المادة اللي هي كتشبه الكيبريت داك شي علاش الرائحة كتكون رائحة الكيبريت ما كتكون زوينة داك كيف يعني راجع لتغذية راجع لتغذية تفاع راجع لتفاع ليدروجين معنى التغذية ولو بنسبة التشخيص كيف يتم عن طريق البطن سيكون مني كأطباء كنقلب الكريشة دي المريض نحن كنجروا واحد لتيب دي البطن اللي كنحصو بواحد لوسين كنسميه لوسين دي بالوتمو وكيمكننا بأننا كنحصو بأن كين في داخل البطن غازات دي 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 كنجروا لإيكوغرافي التراثون وبالإيكوغرافي كليبانو إن الغازات في المتمركزين واشف لكولونغوش والدغوة ولا والترانسفير ونسبة العلاج قبل ما ندرك على العلاج ندرك على الأسباب بسكب بزاف دي الأسباب دي الاتفاخ والغازات ويأفكتمو بكو دوكوز أولا الشق المراضي الشق المراضي هو الأمراض التي تسبب غازات أولا المراضي سيلياك الناس اللي عندهم الانطوليرانس لمادات الغلوتان دائما كيكونوا كيعانو بالمشكلة للغازات لأن عندهم مشكلة في الهضم ومشكلة في الامتيس دي الانطوليرانس والاكتوز يعني الناس اللي عندهم حساسية من سكر الحليب بزاف الناس من الوليدة الصغيرة التي لا يستحمل الحليب وعندهم حساسية الحليب الناس الكبار يتنقص عندهم أنظيم اللاكتاز الذي تفك لكتوز الحليب ويقول أنه يتنقص لكي لا يستحمل الحليب بمشتقاته لانطوليرانس للاكتوز سواء حالة مراضية أو العراضية كالليكوباكتر باللوغي الجرطومة الحلازونية ترتهي مجموعة من الغازات الإمساك المزمن سواء على إتر نقص الأليف أو كترة الأليف مثلا الأليف يجب أن نتناول بين 20 إلى 30 جرام في النهار على الأشخاص الذين يكونوا لديهم الأليف نقصين بزاف فهما يعانون من الإمساك الفضلات لا يخرجون لذلك يتخمرون ثم يستطيعون غاز أو الخطر مثلا الأشخاص الذين يقول لك أنا كنا كانت تفاح بزاف كانت الخضر بزاف ودي ما عندي الغاز وي تلوجيك لأن الأليف كترة إلى 30 جرام وتخل شوز يتخمرون بيصور يتخمرون أو سو يتوني الغاز كان واحد دياغنوستيك تخير بالنسبة الغازات يعني كان لدينا مثلا بأسيون في كريز الغاز أول حاجة نخاف منها ونرفض لها كأطباء هو كنسر المبيض يعني سرطان المبيض لأن المبيض جاء إلى المبيض الأيمن والأيصر جاء في منطقة التي هي الشفال مع الكلون دواء والكلون غوش بعد نما كان الغازات تتمب بكثرة ويغطي لنا المبيض حتى أن يتوقعوا بأن كنسر سرطان لا يتعلم ومع بين الغازات الغاز والانتفاخات والحريق في هذه المنطقة الاختلاف أن الحريق والغاز يكونوا مزمنين ويستمرار وإنهما أدوية الشخص لا يرتاح لذلك إذا لا يترجع الانتفاق ويجدون أنه لا يتوقع الهواء لا يتوقع الهواء لا يتوقع يتوقع لأن نساء في المبيض هذا بالنسبة لكوز باتولوجيك بالنسبة لكوز المرادية أولا ابتلاع كمية الهواء بكثرة يعني الهواء يدخل بزاف الأكل مثلا إما التكلم عند الأكل يعني الشخص يأكل ويهدر ولا يتناول مضغ العلكة نهار كله يتناول ويلا مرافقة الأكل بالشرب يعني الناس يدوز المعودة على أن يأكل ويدوز في الاجتماع الجهاز الهدمي عنده واحد الذاكرة يتخب ويهدر ولكن لا يمكن ميز بين الصلب ويهدر السائل سوف يأكل إما سوف نأكل إما سوف نشرب إما سوف نشرب داك ومن كنخلطهم بجوج فأولا كنتلفو شوية لأن حرارة الأكل ليس حرارة شرب ودوز يام لأن كنبتلعو كمية الهواء وهي كثيرة وهذا الهواء تدير غازات كننا التكلم عند الأكل الشوين غام الأكل المصاحب للشرب كنقص التدخين يعني الناس اللي كيدخنو كيدخلو ديكلافهم ويدخلو مع ديكاز ويدخلو الهواء كنشرب الماء البارد أن كنعرفوا بأن الماعدة ديكتقبل شي حاجة لأقل من 37 دراجة حساب حرارة الجسم نسيب الحرارة الجسم كنشرب الماء البارد فالماعدة تبدأ المجهول لكي ترجع 37 دراجة لك هناك إفراز بكثرة الغازات كنبيان سور تناول المشروبات الغازية الاسم ديالها هناك غاز طبعا كن تناول المنبيهات بكثرة بحل القهوة بحل الناس كافي أفكتما كنقلة السوائل بالجسم لديدغات الشخص لما يشرب الممزيان كان زيادة نسبة الأملح السوديوم يعني الشخص يأكل ملحاب بزاف فالسوديوم شنو كيدير كيدير إن غيتونسيون دو احتباس سوائل ومع احتباس سوائل تترنتفخ كان جميع أمراض التهاب ديال القولون سواء المالادي دوخون سواء إخسائش سواء القولون العصبي فهم وكلهم يدرون نوع من الغازات غير واسمح دكتور بحال ده تزيادة نسبة السوديوم يعني ملح وإحتباس سوائل لا يكون على مستوى البطن بوحده لا حسب حالة الجسم كله اول احتباس سوائل يكون في الجسم كله ويكون مصاحب بغازات بما فيهم البطن بيانسر كين قلة الحركة نحن نعرف بأن العضلات دي الجسم لأكثر استجابة الحركة هي عضلة القولون وعضلة الرحم دوك مني ما كانت تحركوش فهناك الفضلات كيبقوا بزاف دونك يتخمرو دونك درونا دي كاس